موسيقى تعود سكان سهول غرب اذربيجان الجافة على رؤية النفط المتسرب الى سطح الارض منذ قرون وهنا تحديدا حيث يكتر انتاج مادة النفتالين يتوفر النفط بكميات تزيد عن الحاجة لدرجة ان الناس يستحمون فيه داخل هذه المصحة يمارس هؤلاء تمارين استرخاء استعدادا للغطس في حمام من النفط الخام اغلبهم يعانون من مرض التهاب المفاصل يحتوي النفط الخام المستخرج هنا على مادة كيميائية تدعى النفتالين يعتقد خبراء محليون ان لها خصائص علاجية الا ان حمام النفط ليس اسلوب العلاج الوحيد المتبع هنا فبعد استخلاص مادة صبغية من النفط تستخدم كدهن يطلى به جسد المريض وان كانت تبدو كزيت الطبخ الا ان لها خصائص تنشط الجهاز العصبي والدورة الدموية وتساعد على التخلص من الام المفاصل ويبقى الدافع الرئيسي لقبل الناس على هذه المصحة هو الرغبة في الغطس في حمام من النفط الخام يحمى النفط الى نحو اربعين درجة مئوية ومع ان التمدد فيه ممتع الا ان المريض ينبغي ان لا يمضي في الحمام اكثر من عشر دقائق مخافة تسارع نبضات القلب يحرص المعالجون على التقييد بالتوقيت بدقة بعد انقضاء المدة يتم تنظيف جسد المريض بعناية مما علق به من النفط فقد حذرت ابحاث طبية بعضها اجري في الولايات المتحدة من ان النفثلين قد يكون مادة مسببة للسرطان الا ان العاملين هنا لا يدخلون جهدا لكي يغادر زبائن المصحة وهم راضون تمام الرضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة